الحشود الفلسطينية توافدت بالآلف على حدود قطاع غزة في جمعة مستمرون حتى فك الحصار الإسرائيلي وذلك ضمن إطار فعالية مسيرات العودة الأعداد تتزايد هنا على مر الأيام لتؤكد على مطالبها العادلة بالعودة للديار التي هجروا منها ولكسر الحصار عن مليوني فلسطيني يعيشون وسط ظروف صعبة في قطاع غزة مؤكدين على أن الأرض الفلسطينية ستبقى واحدة في وجه الاحتلال نأتي إلى هنا لنقول للعالم أجمع العالم الصامت أننا لا نحق للعودة وسنستمر إلى ألاف السنين حتى نوجع أراضينا المحتلة المتظاهرون أشعلوا إطارات السيارات للتشويش على القناصة الإسرائيليين المنتشرين على طول الحدود الشرقية فيما أطلقت آليات الاحتلال قذائف دخانية ورصاص حي ومتفجر تجاه المتظاهرين مما أوقع شهيدا وعشرات الإصابة بين الفلسطينيين قنابنا الغاز المسيل للدموع لم تتوقف لتفريق هذه الحشود الفلسطينية الشيء اللي بيستخدمها الاحتلال ضدنا فهي أشياء محرمة دوليا إنه إحنا بنقدم إصابات باستمرار شهداء باستمرار يعني عائلات كثيرة أطفال كثيرة تيتموا عائلات كل عائلة فيها جرح كل عائلة جواتها جرح المستويات الفلسطينية رسمية طالبت المجتمع الدولي للانتقال من مربع الإدانة إلى التدخل الفاعل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية اليومية وحماية المدنيين السلميين في قطاع غزة ورغم استمرار كافة التهديدات الإسرائيلية وتصاعدها إلى أن مسيرات العودة لازالت مستمرة حتى تحقيق كامل أهدافها برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة مع ضمان حقوق اللاجئين التي أقرتها كافة المواثيق الدولية سعاد الإمام تلفزيون دولة الكويت من الحدود الشرقية غزة فلسطين